في النهاية صحيح السوشيال وضغط الناس بص اشوف الخبر ده البرلمان الحقيقة يعني هو اشتغل جباية يعني هو اشتغل جباية بص ضغط الناس له تأثير كبير جدا جدا لكن انتو الحقيقة بصراحة يعني انتو قدام نظام مجرم بيلعب بالناس وهو مزنوق في الديون والفوائد عبدالفتاح مطلوب منه سداد اقصاط بواحد وعشرين مليار دولار السنة دي واحد وعشرين مليار دولار اللي هو فوائد ديون وديون هجيب الفلوس منين منكم وكل يوم والتاني هتلاقوا قانون زي التسجيل العقاري التصالح طب تخفيض طب تقصيد المهم انت هتدفع وخد عينة بقى من بلطقة الدولة النظام البرلمان يحاصر شركات السياحة بقانون البوابة المصرية لعمرة حلو زمان يا حضرات الناس اللي ربنا كتب لها وراحة حجه وعمرة كنت بتروح عن طريق شركات السياحة ده المبروك عطية عمل سروات منورة الشركات دي اوالله العظيم كانت الشركات تجيبه بعد ما يختاروا الناس اللي طالع عمرة وهو يعودوا في قوتيل يعجروا له بقاعه في قوتيل انا بكلمك على تجربة يعني ويعودوا في قاعه في قوتيل والناس تاكو الشركة اللي عاملها ويجيب واقع شيخ زي المبروك عطية وانا حضرت المبروك عطية ويحاضر فيه اسمها ايه الميزانسين يعني المراسم العمرة ربنا فتح عليا وجبتاها هي بالمسرح ميزانسين يعني يعني هتعملوا ازاي ونعمل ازاي وهناك عند المزج والحاجات دي بقى وانا اللذين وبعدين يهبدوا الرومي والميناد دي والحاجات دي وبعدين ياخد كرتنتين مية ومر مبروك عطية ويكذبني بعد ما اكل قال يعني هو والاكل دي مش هيتزحبش اطمائة معدنية ادو له كرتون اطمائة معدنية ايه بكلم على حاجات يعني قديمة قوي ما علينا يعني كانت شركات السياحة الدينية شغالة حريقة لانه طول السنة واكتر دولة بتعمل عمرة وحج يا مصر كانت شركات السياحة الدينية شغالة طول السنة دلوقتي بقى قال لك بقى البرلمان يحاصر شركات السياحة بقانون اسم البوابة المصدر للعمرة اديني تفاصيل قانونة السفر لا يكلمك يا رب ويكتب لك العمرة بعد ما يتهلك يهلك محمد بن سلمان ان شاء الله طيب ناخد كده تفاصيل القصة دي عشان ما نفتيش في الجهل يعني احكام الرقابة على شركات السياحة يستأنف مجلس النواب المصري جلساته لمنظر في ايه لا اخير يعني وفي مقدمتها قانون انشاء البوابة المصدر للعمرة وتنفيذ شركات السياحة لحالات العمرة وتعديل بعض احكام قانون انشاء الجهاز لتنظيم الادارة وقانون تنظيم عمليات الدم وتجميعها ويستهدف قانون انشاء البوابة المصدر للعمرة احكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة ومواجهة الشركات غير المرخصة المنظمة لهذا النوع من الرحلات في اطار القضاء على ظاهرة السمصرة والحد من زيارة اسعار رحلات العمرة شكرا خد الجاية بقى قانون الرأي جديد خمس تلاف جنيه غرامة لو قطعت شجرة او نخلة في ارض الملكة العامة اهو انا والله عايز اقولك ان عبدالفتاح السيسي ارتكب مدبحة للاشجار في المهندسين وجبناها بالصور وفي مصر جديدة قطع الشجر بالعبيط وفي المنتزع في اسكندرية وفي المعمورة في اسكندرية والشجر ده شفنا بعيننا فيديوهات حلال علي انه يقطع شجر يعني شجر المنتزع ده من سنة 1850 من ايام الخدوة عباس حلم التاني لا عباس حلم الاول قاسف لان 1850 عباس حلم الاول من ايام الخدوة عباس حلم الاول ماشي الشجر او كان جابه بقى الخدوة وكان جايبهم كل حتة في العالم من افريقيا وبتاع قطعوا الشجر زي الحلاوة عملوا مدبحة محدش قد يكلمهم وفي مقال للسيدة اللي هي دماغها هوت اللي اسمها سكينها فؤاد دي في سنة 2015 عن مدبحة في المعمورة راحت المعمورة المقال في 2015 راحت المعمورة شافت رمو زلط ورمل واسمان ولما سألت ده ايه قالوا لها جيها السياديها جاء خارة المكان وكتبت مقال عبدالبسط حمودة لا عبدالبسط حمودة راجل نظيف لعبدالفتاح السيسي قالت له هناك جاعة سيادية بتدمر المعمورة ده الكلام ده كان في 2015 واسكينة فؤاد اللي هي بتستغل ايه بقى مستشارة الكلب واللي كانت قاعدة في المشهد اللي خرب مصر اللي هو مشهد البلدئي وشيخ الأزر والحاجات دي يعني دي واحدة قريبة منه كتبت في 2015 هناك مدبحة للأشجار في المعمورة بعدها مدبحة للأشجار في المنتزة بعدهم مدبحة للأشجار عندك بقى في العجوزة في المؤنسين في مصر الجديدة وده كله بالفداد بس انت كمواطن لو قطعت الشجرة مدقيقات تدفع خمس تلاف جنيه لكن عبدالفتاح يعمل مدابح تاريخية وفي الآخر الدولة هو حور خل التشريع التاني بقى اديني بقى التشريع التاني تشريع جديد يستهدف مزارعي مصر خمس تلاف جنيه لترخيص مكينة رفع الميا يا سنة سوخة الماكنة بخمس تلاف جنيه ترخيص الماكنة الماكنة بخمس تلاف جنيه ترخيص ده في فلاحين والله انا شفت المشهد ده بعيني في فلاحين ما يعرفوش الماكنة دي شغالة ازاي قسما برب اللي لا اله اللي هو انا كنت مرة في ارض زراعية في المينيا وفلاح واقف وجم يدوروها ملاقوش ميا ملاقوش جاز يبدور بالجاز فواحد فلاح مسكين كده واقف بمنتهج جدية والدنيا ظلمة والدنيا ليل قال يعني ما فيش جاز قال ليه بعتوا الوقت يجيب جاز يا اخ قال ده ليه السحفة الماغبط مشهر وعين ابو من اللي فاتح يبيع جاز دلوقتي طب وبعدين هنعمل ايه في المشكلة دي لازم نرفع ميا نوديها الارض لازم نسئل ارض قبل الشمس ما تطلع فالراجل ده ويف كده وقالي والله انا بحلب بالله ما كان بيهزر ويف كده وقال طب انا عندي فكرة تمانع بيها ميا والدنيا ظلمة هي المكان هتفهم ميا من جاز فيه ناس ما تعرفش والله العظيم فيه ناس ما تعرف افتكر انه هيتحك على المكانة والدنيا ظلمة المكانة مش هتميز الجاز من ميا هتدفع الراجل ده خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه تقول له عشان بس يرخص اهو لترخيص مكينات رفع الميا عشان كده اللي اشتغل جبال الحكومة هيبقى حبيبي كفاءة يعشقه السيسي اللي هيلم من المصريين فلوس السيسي هيعشقه السيسي حبيبه زي مين زي الجرع ده كمساري القطر كمساري القطر ده دفع طفل عنده تسع سنين دفعه تذكرة كاملة كانت النتيجة ايه بقى تكريم الكمساري اهو تكريم كمساري حصل تذكرة كاملة من راكب عمره تسع سنين واتقال عليه ملم باللوايح معني رئيس قطر المنصورة اللي حب يدفع عسكري الجيش تذكرة وحب يطبق القانون واللوايح قاعد في بيته اكتر من شهرين لحد ما جات له حالة نفسية هو هو نفس القطر نفس القطر هنا يتكرم الكمساري لانه خد من عائلة عنه وراجل طالع يقول انا انا عملت اغل شغلي انا طبقت شغلي فاكر انت الفيديو بتاع كمساري رئيس قطر المنصورة لما الست طلعت قالت له لا اقعد يا وده انت زي ولادي انا ادفعلك كرموا الست واهانوا رئيس القطر مع انه طبق اللوايح هنا كرموا الكمساري لانه الحقيقة الراجل قالك لا يدفع التذكرة كاملة وقالك السبب انه ملم باللوايح نفس الكمساري يعني نفس المهنة ونفس القطر ونفس المخالفة دي دولة ده نظام ده مش نظام ده نظام جباية الجباية كمان عن طريق موظف الدولة للتمييز بين داودة بس او يعني جباية ده جباية خلانشوف حد كمان بيقول لا ده طبع زي ما قلنا من كم يوم طباعة العملة تغيرت عصدي شغالة اهو حد بيقول ورقتين فئة الميجني طباعة نفس اليوم بتاريخ ثلاثة سبتمبر بيقول اهو نفس اليوم بتاريخ ثلاثة سبتمبر عشرين عشرين الورقتين الفرق بينهم ايه التسلسل ورقة من فئة الميجني يعني يومها تكون طباعة رقم كزا جنيه مصر على الاقل هو الفرق بين ورقتين والله اعلم يعني الراجل بيقول اهو انه يعني انا في ورقتين اتطبعوا او يعني خلاصة حضراتي عشان نخلص ادي الصورة ايه ده المسلسل بتاعها في نفس اليوم اهو ثلاثة تسعة عشرين عشرين واللي فوق ثلاثة تسعة عشرين عشرين شوف المسلسل اللي بتاعي بقيتها الورقتين شوف المسلسل تسلسل الارقام الارقام وده قلنا من زمان قلنا يا حضرات انه السيسي بيطبع في الوز الخلاصة بس عشان اكلمكم في الخلاصة تحقصة دي بص انت خلي عندك دم انت خلي عندك دين الراجل استلف او خد قروض بالعبيط خد قروض بص بزرمية قروض ولازم يسددها وعنده كمان مشاريع فتح فيها وعمل فيها ابو علي ولازم يخلصها من اللي بيدفع بقى انت اين بكلمك والله العظيم بكلمكم بعقل سواء بتحب السيسي او بتكره انت تسأل نفسك تسأل نفسك ليه لما عبد الفتاح السيسي عمر اديب الطابلة بتاعته سأله بتجيب الفلوس منين قال له ايه كله من فضل الله كله من فضل الله وده لا يمكن يكون رد واحد محترم موظف الدولة غير بياء العطارة بياء العطارة بيفتح الدكان كده واستنى الناس ييجي موظف الدولة عنده واحد واثنين وتلاتة عشان ألخص لك القصة لخص الراجل ده في البصت قالي بقى في البصت ده اسمعوا كده اهو خلينا ناخد خبر الديون كده كيف تدبر مصر 21 مليار فاصل 400 مليون دولار التزامات خارجية يعني الرحمة 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 أنا أقول لك بقى بيدبرهم إزاي بس بيقول لك ايه كما ورد من الداخل مصري من موظف بوزارة المالية هو بيقول كده يعني بيقول كده كما ورد من موظف بوزارة المالية اتحفظ على ذكر اسمي الموضوع أكبر من قانون الضريبة العقارية إنها تطرفت أو تستمر أو تتعدل المشكلة ببساطة جديدة جدا مش الضريبة المشكلة في سبب الضريبة الدولة عندها عجز مفجع بسبب القروض والفوائد اللي بتصرف أغلبها لسرات ديون أقدم يقابل ده فشل تام في جلب الإساسمار وزيادة الناتج القومي عندنا سفع في الإنفاق وفشل في الإدارة ودعفة في المعارضة ومجالس النظامية بتخدم أو بتخدم على نظام الحكم بدل ما ترقبوا وتقوموا لذلك كل فترة هيطلع قرار زي الدريبة العقارية عشان يلم فلوس من جبل مواطن بدون أي منفع حقيقية أو مقابل أو تنمية مجرد جباية أو استنزاف لمدخرات المصريين أو إقاب ليهم أو لتنين مع بعض وطول ما احنا مكملين كده طول ما القرارات البهيئمية دي هتتفرد أي حاجة بتتعمل في مصر حاليا قيمتها واحد على العشرة من حجم القرد اللي بناخده والمواطن بطبعه ماشي جوا الحيطة وعشان الدولة عارفة ده فانبرطع على الآخر بدون قيد أو حساب أو تفكير أو دراسة للهرتلة اللي بيقروها كل يوم والمواطن مش هيكون عنده وسيلة لتعود الاستنزاف ده غير إنه يحاول يسرق الدولة عشان يعوض اللي بتسرق منه وبالتالي معدلات الفساد هتفضل تزيد وترتفع معدل الفساد في مصر قفز من 94 إلى 117 في آخر سبع سنين أو المواطن يعني إنه يحط إيده في جيب المواطن أخوه لحد ما كلنا نقعد على الباب السيدة في الآخر حقيقي فترة بائسة جدا من تاريخ مصر ما لهاش حل وفاة أواني العلاج بالمواطنات الموجودة إحنا عشان نسدد القروض اللي علينا بس لحد دلوقتي بدون قروض جديدة هنحتاج خمسين سنة على أقل وده مش هيحصل لإن اليوم اللي نتوقف فيه عن الاقتراض حاليا هنفلس وهنلبس في الحيطة مفيش حد دخل يسد الفوائد اللي علينا كل سنة مفيش قصد دخل يسد علينا الفوائد كل سنة منتظر فقط قرار تحريب الملوخية وفرض دريبة عطشة الراجل ده خلص كل حاجة كل حاجة مشاريع ما لهاش أي جادة اقتصادية إيش قطر بـ 360 مليار عاصمة إدارية أخرت لحد دلوقتي فوق الثمانين مليار أو أربعين مليار أكتر من أربعين مليار بكتير بمراحل يعني وفي نفس الوقت ديون جاي لنا من برة نسدد منها السنة دي بس بس واحد وعشرين مليار السنة دي بس واحدة الشيء مليار دولار أدرب في مصري بعد يجيب منين مفيش دخل مفيش سياحة دخل القناة السويس في النازل مفيش أي حاجة تحولات العمصرين في الخارج قلت مفيش حاجة بنصدرها ولا أي حاجة طب يعمل ليه بقى يلب منك ولو لم منك في حكاية الدريبة العقارية دي أو الشر العقاري ده هيجمع مليارات ممكن يا دوب تسدده تمشي شوية في العاصمة الإدارية تمشي شوية في الديون والقروض لكن مش هتسد ومش هتخلص ترجمة نانسي قنقر